وقعت وزارة الصناعة والتجارة مذكرة التفاهمين مع ولاية نهر النيل لتسهيل إجراءات حركة الصادر والوارد والتنسيق في مجال الجماعيات التعونية لتخفيف أعباء المعيشة وأكد وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة دكتور أبو البشر عبد الرحمن يوسف أن المذكرة ستمكن من تفعيل نقطة التجارة السودانية من أجل الترويج للصادرات المنتجة في ولاية نهر النيل من جانبه قال ولنهر النيل اللواحة مع الوسيلة إن هذه المذكرة تصب في مصلحة العمل الاقتصادي بالولاية بزيادة الصادرات مشيرا إلا أن المذكرة تضمنت الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة بالتصديق على عشرة سلع غذائية أساسية من المصانع مباشرة إلى المستهلكين مما ينعكس على تخفيض الأسعار وتقليل الضائقة المعيشية على المواطنين وتأتي زيارة وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة إلى ولاية نهر النيل لدفع جهود دولة لتنشيط التجارة الحدودية والوقوف على بعض المشروعات والمؤسسات التي تدعم التجارة الحدودية ضمن متابعتها لتنفيذ خطط الدولة للنهوض بتجارة الحدود انتظمت لجنة تسهيل التجارة الحدودية في زيارة لولاية نهر النيل وقفت خلالها على الأعمال الإلكترونية والربط الشبكي وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة وإزالة المعوقات التي تواجه حركة الصادر والوارد في ولاية نهر النيل حيث وقفت اللجنة برئاسة وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة على بعض المشروعات والمؤسسات والهيئات المرتبطة بالقطاع الصناعي والتجاري الزيارة شهدت أيضا التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وحكومة ولاية نهر النيل في مجال تجارة الحدود وتنشيط النقاط الجمركية والربط الشبكي وتنشيط الجمعات التعاونية وهي خطوة من المنتظر أن تزهم في زيادة الواردات من العملة الحرة عبر تنشيط التجارة والصناعة والاستثمار مع جمهورية مصر العربية ودرجت مؤخرا لجنة تسهيل التجارة الحدودية على القيام بزيارات للولايات الحدودية لتعزيز عمل الأجهزة الإشرافية والفنية المعنية بإدارة تجارة الحدود في السودان والتي ما زالت تواجه عددا من المشكلات التي تهدد التجارة الحدودية خاصة فيما يتعلق بالمنى التحتية وعدم توافر التمويل المطلوب بجانب غياب وجود تنظيمات فاعلة للمصدرين ونعدام التنسيق اللازم بين الولايات وسلطات المناطق الحدودية في دول الجوار خاصة فيما يتعلق بتحديد قوائم سلع التبادل التجاري وقد أفرز ضعف تنظيم التجارة الحدودية أنشطة مضرة بالاقتصاد القومي كعملات تهريب للسلع الضرورية إلى دول الجوار والمواد البترولية وحتى الذهب الأمر الذي حدى برأسة الجمهورية إلى التوجيه باستئناف تجارة الحدود مع دول الجوار وتفعيل نقاط التجارة الحدودية لتعظيم فائد السودان من تجارته الحدودية لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخرطوم وزير دولة بوزارة الصناعة والتجارة أبل البشر عبد الرحمن مرحبا بك وبداية ما هي أهم البنود التي تضمنتها مذكرة التفاهم والتي وقعتموها مع ولاية نهر النيل وما هو إنعكاسها على حركة التجارة في الولاية وعلى التجارة الحدودية تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة في البدء التحية للقناة السودانية 24 لهذه الاستضافة وحقيقة هذه المذكرة هي المذكرة الثالثة التي توقعها وزارة الصناعة والتجارة مع الولايات الأولى كانت مع الولاية الشمالية والثانية مع شمال دارفور وهذه هي المذكرة الثالثة مع ولاية نهر النيل هذه المذكرة تتضمن عدة بنود أهم هذه البنود هي تنشيط تجارة الحدود وأيضا تنشيط الجمعيات التعاونية والعمل التعاوني والعمل على الترويج السلع ذات المذكرة التفضيلية في الولايات عبر نقطة التجارة السودانية بجانب التنسيق الكامل مع اللجنة تسهيل التجارة والعمال الإلكترونية فيما يتعلق بتسهيل حركة الصادر والوارد نحن في ولاية نهر النيل زرنا عدد من المؤسسات ذات الصلة في تسهيل لجنة التجارة والعمال الإلكترونية في مقدمتهم هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك السودانية وأيضا بنك السودان والنقاط الحدودية في ولاية نهر النيل المتمثلة في نقطة أبو حمد والعبيدية وذلك من أجل الوقوف على البنية التحتية لحركة الصادر والوارد والربط عملية الربط الشبكي والحمد لله وجدنا هناك بنية تحتية جيدة في هاتين الميناءين وتجارة الحدود كانت واعدة في هذه الولاية وهي من الولايات الأولى التي بدأت عملية تجارة الحدود ونحن الآن بدأنا ننشط هذه التجارة من أجل تحديد السلعة المستوردة والسلعة الصادرة والسلعة الواردة بقوائم سلعة معتمدة بين وزارة الصناعة والتجارة وحكومة ولاية نهر النيل في الجزئية التي تتعلق بتجارة الهدود وجدنا هناك بعض الإشكالات خاصة في السلعة المستوردة من جمهورية مصر والآن نحن مع هيئة الجمارك السودانية وحكومة ولاية نهر النيل وماجهات ذات الصلة بدأنا تدريجيا في حل هذه المواطنة نعم السيد أبو البشر عبد الرحمن حدثنا أكثر عن ما هي أهم المؤسسات التنموية التي وقفتم عليها بولاية نهر النيل وما هي ملاحظاتكم على أدائها خاصة تلك المرتبطة بالتجارة الحدودية في البداية نودع النسج التحية لحكومة ولاية نهر النيل هذه الولايات من الولايات الواعدة وبها العديد من المؤسسات الاقتصادية في المجال الزراعي وفي مجال الصناعي وحتى في صناعة التعدين ووقفنا على العديد من المشروعات مثل مشروع ذات نوان ومشروعات أخرى تتعلق بالسلع الصادر الميزة التي تتميز بها هذه الولاية أنها معظم منتجاتها هي ترتبط مباشرة بسلع الصادر وهذا الذي دفعنا لننسق أكثر لأن هذه الولاية من الولايات الواعدة وخلال السنوات القليلة القادمة ستصبح واحدة من أهم الولايات التي تسهم إسهام مباشر في حركة الصادر في السودان وبنسب يمكن أن تكون كبيرة وكبيرة جدا لذلك وقفنا على مشروع ذات نوان وذات نتو وهذه من المشروعات القومية الكبيرة ذات الميزات التفضيلية ويمكن أن تصدر نسب كبيرة من السلعة الصادرة للدول المجاورة ولاية نهر النيل كما ذكرت أنها من الميزات التي تتميز بالميزات التفضيلية في صناعة المغزيات وتعليب الفواكه وغيرها من السلعة الزراعية ولذلك نحن في وزارة الصناعة والتجارة أولينا أنها تكون بها مجمع للصناعات التحويلية في ميلي هذه الميزة التفضيلية التي تتميز بها ولاية نهر النيل وأعتقد أن هذه الولاية ستكون واحدة من أهم الولايات التي تسهم إسهام مباشر في الصادرات في السنوات القليلة القادمة بإذن الله نعم تحدثت عن أن الولاية ستسهم فيما يخص الصادرات من السودان لكن وقفتم خلال الزيارة على سير العمل ببعض مصانع الأسمنت إلى ماذا تعزون الارتفاع الكبير في أسعار الأسمنت مع أن نسبة كبيرة من حاجة البلاد تنتج داخليا بدءا ودءا نشير إلى أن صناعة الأسمنت في السودان بدأت بولاية نهر النيل وبدأت في المنزل عام 1947 وهذه الولاية الآن بها حوالي خمسة صناعات مصانع كبيرة للأسمنت تنتج بطاقة تصميمية تفوق 6 مليون وخمسمائة ألف طن في السنة وأعتقد أن هذه طفرة كبيرة حينما بدأت سنة 1947 كانت بـ 300 ألف طن ويعود ذلك لتوفر المواد الخام في هذه الولاية بالتحديد من غيرها من عدة ولايات أخرى الآن منذ العام 2018 بدأت هولانكا ارتفاع في أسعار الأسمنت وهذا يعزى إلى أنه زيادة في تكاليف المواد الخام بالإضافة لعدم توفر العملات الأجنبية وغيرها من السلع التي تساهم بمدخلات الانتاج نحن ساعتنا مع حكومة الولاية في أننا نعالج بعض المشكلات التي تعاني منها صناعة الأسمنت في السودان في مقدمتها معالجة مشكلة الوقود وزيود ومشكلة العملة الصعبة وحتما هذه الصناعات الصناعة الأسمنت في السودان يعتبر من أجود أنواع الصناعة الأسمنت في المنطقة ويمكن أن نفتح مع هذه المصانع ومع حكومة الولاية أن نفتح الصلعة الأسمنت للصادرات خاصة إلى الدول المجاورة مثل جنوب السودان وتشاد وإيسوبيا وحتما كون نفتح الصلعة الأسمنت للصادر هذا يخفف تخفيف كبير جدا على توفر العملات الصعبة وأيضا يقلل من تكاليف الإنتاج نعم السيد أبو البشر عند حديثك عن التجارة الحدودية تناولت التجارة الحدودية مع مصر تحديدا وتضمنت المذكرة تنشيطا لتجارة الحدودية مع مصر ماذا عن الآليات اللازمة لإنفاذ بنود هذه المذكرة نحن نود أن ندخل تجارة الحدود من ضمن التجارة الحرة وتصبح هناك سلع محددة لعملية التبادل التجاري بين الولايات مع الدول المجاورة بالنسبة لها ونقف أيضا على ربط هذه النقاط الحدودية التي تفوق عددها عوالي 28 نقطة حدودية نربطها بالربط الشبكي ومن أجل تسهيل حركة البضائع بين المناطق الحدودية وهذه الدول ولذلك في ولاية نهر النيل كما ذكرت ركزنا على منطقتين هي منطقة الأبو حمد ومنطقة العبيدية وهي مناطق لديها تاريخ طويل في عملية التبادل التجاري في تجارة الحدود نسقنا السلع التي تصدر ونسقنا أيضا السلع التي يمكن أن تستورت الآن بدأنا في تنسيق هذا مع الجانب المصري وإن شاء الله هذه التجارة ستقول لها ما بعدها وأيضا توفر السلع الأساسية والاستهلاكية بالنسبة للشعوب التي تعيش في المناطق الحدودية في السودان بالحديث عن السلع الاستهلاكية بعد إجازة قانون حماية المستهلك ما هي خطة الوزارة لإعادة سلطاتها لضبط السوق؟ نحن نعتقد أن إجازة قانون حماية المستهلك واحدة من أهم القوانين التي وجهزت في العام 2019 وهذا القانون سيدفع وزارة التجارة أن تطلع بدورها خاصة في جانب الرقابة على الأسواق وتنظيم هذه الأسواق وضبطها وأيضا تحديد السجلات التجارية بالنسبة للولايات والتنسيق العميق بين السلطات المركزية والسلطات الولايات نحن الآن في الترتيب لزيارة كل الولايات والتنسيق معها في حركة الأسواق الداخلية وفي الدخوليات التي تدخل إلى الأسواق في هذه الولايات وإن شاء الله هذا القانون سينظم ويهزب الأسواق الداخلية وأيضا يقلل من عملية التصاعد الجنوني التي يحدث الآن في الأسعار نحن نسعى بقانون إجازة قانون الحماية المستهلك أن يطلع المنظمات المجتمع المدني وأن يطلع الجمهور بصورة عامة والمواطنين بدورهم الأساسي في توفير السلعة الجيدة ذات الجودة العالية وذات الأسعار المناسبة إن شاء الله نحن نعتقد أن هذا القانون واحدة من أهم القوانين لنا في وزارة الصناعة والتجارة لأن هذا القانون سيحزب الأسواق الداخلية بإذن الله خلال الأيام القادمة نعم السيد الوزير دعنا نسألك أين وصلت برامج ومشروعات الوزارة التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطن المعيشية والسيطرة على الغلاء الذي يضرب الأسواق الآن أما أن الأوال لتفعيل الرقابة على الأسعار كما ذكرت طبعا سياسة التحرير الاقتصادي في حد كبير يعني تقف حاجزا من عجل التدخل المباشر في السوق الداخلي لكن قانون حماية المستهلك يساعدنا في ذلك ولكن الأهم من ذلك نحن لدينا برنامج في وزارة الصناعة والتجارة بإعادة التعاونيات ودورها وإعادة الروح لهذه الجمعيات التعاونية وهي واحدة من أهم البنوت التي وقعناها في هذه الاتفاقيات التي زرنا فيها في ثلاثة ولايات ونحن نزور معظة كل الولايات التي اخترناها هي الثمانية ولايات هذه الولايات تطلع بدور كبير جدا بالنسبة للجمعيات التعاونية ودورها في تخفيف عباء المعيشة مثلا في ولاية نهر النيل وجدنا هناك ستمية جمعية عاملة ونشطة جمعية تعاونية نحن بصدد أن نربط هذه الجمعيات التعاونية عن طريق تمويل بنكي يوفر السلع الأساسية لهذه الجمعيات التعاونية وتوفر السلع الأساسية مباشرة للجمعيات التعاونية نحي حياء التعاون بشقه الرسمي والمؤسسي والتعاون في مواقع السكن حتما هذا سيوفر كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار التكلفة بالإضافة لحامش الترحيل واحدة من أهم هذه البنود أن نتفق مع حكومات الولايات بإحياء الجمعيات التعاونية حتى تطلع هذه الجمعيات التعاونية بدورها في تخفيف أعباء المعيشة وتوفير السلع الأساسية بالنسبة للمواطنين ومنسوبي هذه الجمعيات التعاونية وهي تجربة رائدة حتى وجودة في ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى وجودة أيضا في المؤسسات الرسمية وجودة أيضا في الدول التي انتهجت أسلوب سياسة التحرير الاقتصادي منذ فترة طويلة جدا من الزمان مثل بريطانيا والكويد ودول الإمارات العربية فهي ليست تجربة شازة أو منفردة وهي لا تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي كما يزعم البعض نعم دعنا نرجع معك إلى التجارة الحدودية لكن هذه المرة عن السودان ككل لماذا لم يستفد السودان من حدوده المفتوحة على عدد كبير من الدول في تنشيط التجارة الحدودية لا نحن الآن واحدة من أيضا من أهم مهامنا في وزارة الصناع والتجارة بأن نفعل وننشط تجارة الحدود بدان هذه وهناك تمانية ولايات حدودية لديها ميزات تفضيلية للتعامل بتجارة الحدود هي تبدأ بولاية القضارف وولاية كسلة ولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق وجنوب كردوفان ولايات دارفور هي غرب وشمال ووسط دارفور وولاية نهر النيل والولاية الشمالية هذه الولايات كلها ولايات حدودية ولديها ميزات تفضيلية في التعامل عن طريق تجارة الحدود الهدف الأساسي من هذه الطوافات التي نقوم بها في هذه الفترة والفترات المقبلة بإذن الله هي كيفية تنشيط تجارة الحدود وتحديد السلع التي يمكن أن تصدر ويمكن أن تستورت في عملية التبادل التجاري في عملية تجارة الحدود حتما تجارة الحدود هي ستساهم مساهمة مباشرة في تحديد النقاط الحدودية وتقلل كثيرا جدا من التهريب وتوفر السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون في القبائل الحدودية نعم لكن السيد الوزير ضعف آليات التجارة الحدودية أدى إلى انتشار ظاهرة التهريب التي تضرر منها الاقتصاد السوداني كثيرا ترى لماذا لم تنهض المؤسسات المعنية بتطوير أدوات وآليات تجارة الحدودية نحن الآن معنا في هذه اللجنة هيئة الجمارك السودانية وهيئة المواصفات والمقاييس ونقطة التجارة السودانية وإدارة مكافحة التهريب كل هذه المواصفات ذات الصلة بحركة تجارة الحدود الحركة التي تتم في عمليات تجارة الحدود ومهمتها أيضا ضب وتنسيق وتهزيب حركة تجارة الحدود طبعا أنت لا يمكن بالقوانين وحدها أن تحمي تجارة الحدود ولا يمكن أن تمنع تجارة الحدود لأن هذه القبائل وقبائل الحدودية متداخلة ومتشتركة ما بين الدول ولذلك لا يستطيع فقط بهذه العمليات لكن ترتيب هذه العمليات وتهزيبها وتحديد النقاط الحدودية وتحديد السلع الصادرة وتحديد السلع الواردة هي من أهل العوامل التي يمكن أن تنشط الحدود وتهزيبها وتدخل تجارة الحدود في منظومة الاقتصاد الكل شكرا أبو البشر عبد الرحمن وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة شكرا لك شكرا لقناة السودانية 24 والتحية لكم سادة المشاهدين شكرا ننتقل عقب الفاصل مشاهدين إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية اشتركوا في القناة